السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلاء من قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي نهر ده هنعمل مع بعض الطعمية المصرية او الفلافل اه بشكل جديد انا في الطعمية ديات انا حشيها بصل وطماطم اه مش محشية يعني بعمل بصل وطماطم ويبعملها مع بعض وبنقليها طبعا مع البتنجان المقلي والفلفل المقلي الجميل ده هنقول على المقدير بتاعتنا انا معي نص كيلو من الفول المتشوش انا غسلته طبعا من بالليل كويس جدا 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 وبعد كده نقعته من بالليل لحد تاني يوم وعملته استخدمته ده كده تاني يوم معايا وصفيته كويس جدا طبعا لو في اي حاجة فلاية مش نذيفة بتشيها ومعايا طبعا انا هنا معايا كرات اه ربطتين من الكرات ومعايا ربطتين من الكسبرة وربطتين من البقدونس طبعا طبعا الكسبرة يعني ربطة بتبقى صغنونة جدا ورفق يعني من دول فربطتين وربطتين 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 من الكرات ومعايا توم ومعايا كمون ومعايا هنا ملح. الكسبرة هقول لكم هنستخدمها امتى? مش هنستخدمها دلوقتي خالص. الكسبرة انا بحمصها قبل ما بقى للتعمية وهقول لكم هنعملها ازاي? انا بقى الخضرة بتاعتي وهقطعها مش شرط ان انت تقطعيها اطع صغيرة. اه لا عادي ما كده كده هتتفرن مع التعمية مع الفلفل خلاط او في الكبة. تمام كده? فبقطع كده اطع كده اه كبيرة يعني عادي مش صغيرة قوي. وهقطع برضو معايا الكريات. هقطع كل الخضرة اللي معايا. وهحطها على الفول طبعا مع بصلتين. آآ بصلتين كده كبار. هنقطعهم برضو اطعا مش صغيرة اطع كبيرة وهوري لحضراتكم دلوقتي. بعدها كده انا اهو قطعتها ونزلت بس بالتوم. ما نزلتش بالملح ولا بالكمون. هقول لكم هننزل في الاخر. قطعت الكريات بقى والخضرة والتوب. منزلت كده وقلبتهم كويس كلهم مع بعض. وبعد كده ايه? هنزل بالبصلتين كمان ما تقطعين اهو كبار. وبعد كده هاخد بقى وهفرم الكلام ده كله في الكبة. ولما وفيش كبة هتعمل الكلام ده كله في الخلاط مع شوية من المية. علشان تبقى نعمة جدا معك. انا فرمتها اهو في الكبة. وكمان لقيتها ان هي خشنة شوية. محتاجة شوية مية. بقيت ازود شوية مية صغيرة جدا في كل مرة. وبعد كده في الاخر تبقى تصفيها خالص من المية. تمام? اهي? ده كده شكلها ان انا انا فضلت افرم فيها كتير جدا 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 علشان تنعم معي. وتبقى اه الى حد المية زي اللي بنجيبها مبارة بالزبط. هكمل انا باقي الكمية وهرجع لحضراتكم. بعد ما كملت الكمية نزلت بالملح والكمون في الاخر اهو. وبمضرب كده اه كهربائي او يدوي تفضل تدرب فيها حوالي خمس دقيقة علشان تبقى هايشة كده معاكي. زي بتاعة برة بالزبط انا مزودها شوية مية طبعا في الفارم. فهصفيها من المية دي علشان لما تيجي تقليها ما تفرش معاكي في الطاصة بتاعتك. بصوا بقى. انا لما اجي استخدم الطعمية بعمل ايه? انا حمصت الكسبرة. حمصت معايا الكسبرة وبعد كده بي بستخدمها. بصوا انهاء للطعمية دي كده. بحط كده معلقة من الكسبرة او معلقتين من الكسبرة على حسب يعني الكمية اللي بستخدمها. هقليها كده من غير اي حاجة. دي هقليها ببصل وطماطم. نفس الكسبرة اللي محمصاها قبل ما اجي اقلي على طول بتبقى طعمها حلوة جدا. معايا البصل والطماطم مقطعاهم كده اطع صغيرة. ومع الكسبرة معي التعمية هو هقلبها كده كلها في بعضها. وهبتدي ان انا اقليهم. طبعا لما خزن الكسبرة التعمية اهو انا كده هخزن التعمية بقى في الكياس الباقية. ماشي? انا مش هحط معاها كسبرة ليه علشان كسبرة كده هتبقى طرية جدا لما نخزنها في الفريزار لأ. قبل ما تيجي تقلي مش هتاخد منك خمس دقايق تحمص شوية كسبرة كده على نار وانتي وقفة وتحط كده في الطبق وتقلي ايه الطعمية معاكي. طبعا هنقلي بتنجان وفلفل قبل الطعمية علشان طعمها تبقى زي بتاعت بره بالضبط. بتاع الطعمية انا طبعا هفتح البتنجانية كده من المصد. بتاع الطعمية طبعا بيقلي آآ رصة بتنجان كده بفلفل في الطاصة قبل الطعمية. تمام? وهعمل معاها هحشي الطعمية هحشي البتنجان بالفلفل ده. انا حطيته اهوتت قلي كده. تمام? كده وبعد كده هبتدي ان انا اقلق الطعمية. اهي دي الطعمية اللي انا حتى فيها بصل وتماطن بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم بتاع الطعمية بيقلي في الطاصة في الاول بتنجان وفلفل يدي طعم كده. فحتى انت لما بتجيب الطعمية من برد بتقولي لها طعم كده حلو. بيبقى قلي بتنجان ايه في الطاصة. تمام? فهبتديها ايه? كنوع من الخميرة كده بتبقى طعمها حلو جدا. جربيها. وانتي هتلاحظي فعلا الفرس. تمام? في بقى بيقول لك الطعمية ما بتكونش طبعا دي اللي مش محشية اللي انا الناحية دي اللي على اليمين دي. تمام? لكن التانية فيها بصل وتماطن. في كتير بقى بيقول ان الطعمية ما بتكونش كده هشة معي زي بتاعة برة. حتى انت الطعمية لو اشتريتيها من برة تاني يوم بتيجي تعمليها بتلاقيها زي بتاعة البيت. ليه بقى? لان ان هو في مكان مخصوص ليها وبيعملها في وقتها. لكن لو شلتيها لتاني يوم هتبقى زيها زي بتاعة البيت بالزبط. دي كده انا بشلتها نص سوى. لان انا بحب الطعمية نص سوى. تمام كده? مع طبعا البتنجان المحشي بالفلفل الجميل ده وقرنين فلفل كده. الطعمية بتبقى طعمها حلو او مع الحاجات دي. دي الطعمية اللي بالبصل والطماطم اهو زي ما حالتكم شايفين. جربوها اتعجبكم جدا جدا بجد. تمام? طعمها هايل جدا مع البصل والطماطم وهي مقلية كويس جدا ودية كمان اهي. قلني اه ما فيهاش بصل وطماطم. انا بحبها بالبصل والطماطم بتبقى طعمها جميل. جربوها. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسابسكي رايب. مع تحياتي. مع تحياتي نجلاء الحميدة. مع تحياتي نجلاء الحميدة.